موسيقى نتمنى دايما ان هي تنال اعجابكم وارضاكم اولى فقراتنا بنبدأها مع موضوع من اهم الموضوعات في الفترة الحالية موضوع بيحظى باهتمام عالمي وباهتمام مصري ايضا وهو موضوع التغيرات المناخية والحقيقة مصر يمكن كانت من اوائل ومن اهم الدول اللي بالفعل اتخذت اجراءات ايجابية واجراءات جادة جدا لمواجهة التغيرات المناخية لان احنا شايفين التغيرات المناخية يعني بتصيب عدد كبير جدا من الدول وطبعا بيكون لها مردود سلبي سيء جدا جدا فلازم كل الدول يكون فيه تعاون وفيه تنسيق بينها علشان يعني ينقف حائط صد زي ما بنقول امام هذه التغيرات المناخية اللي ممكن يكون لها تأثير سلبي على كل الكائنات الحية وطبعا مصر بتستعد استعداد قوي جدا لإقامة مؤتمر التغيرات المناخية في نوفمبر القادم باذن الله في مدينة شرم الشيخ قب 27 بتستعد مصر لإستعدادات قوية في إطار هذه الاستعدادات لازم نقول أن أطفالنا كمان لازم يكونوا على وعي وعلى دراية كافية جدا بمثل هذه التغيرات المناخية النهاردة حيكون لنا لقاء حنتكلم عن معسكر أقامته أكاديمية البحث العلمي هذا المعسكر لتعريف الأطفال بخطورة التغيرات المناخية لتعريف الأطفال يعني ايه تغيرات مناخية طبعا بأسلوب علمي مبسط وإزاي الأطفال كمان يتعاونوا ويكونوا شريك إيجابي واجهة هذه التغيرات المناخية فقرة مهمة إن شاء الله تتابعوها معنا معنا فقرة تانية زي ما حضرتكم متابعين يعني فئة القادرون باختلاف أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو تحت أي مسمى هذه الفئة في هذه المرحلة بتحظى بدعم وباهتمام كبير جدا من قبل القيادة السياسية وبالتالي بتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل مؤسسات الدولة بتقدم كل الدعم لفئة القادرون باختلاف عفوا طبعا القادرون باختلاف أنواع كتيرة جدا يعني لا قدر الله أمرات كتيرة إعاقات كتيرة جدا بتصيب أطفالنا لازم يكون عندنا وعي وعندنا قدر من الثقافة عشان نتعامل مع القادرون باختلاف النهاردة هنلقي الضوء تحديدا على موضوع التوحد أو مرض التوحد يعني إيه توحد هنعرفه كده بشكل علمي سليم ومبسط لأن الطفل أو الشاب اللي بيصاب بالتوحد الحقيقة هو مش ظاهر عليه أي علامة من علامات القادرون باختلاف ولكن يعني هو عنده مشكلة معينة عنده مرض معين بيعاني منه النهاردة هنلقي الضوء على مرض التوحد هنعرفه بشكل علمي سليم ومبسط وهنعرف إزاي نتعامل مع هذا الطفل أو هذا الشاب المصاب بمرض التوحد ده كان استعراض سريع لفقراتنا اللي هنشوفها ونتبعها مع حضراتكم النهاردة بنتمنى أن هي تنال إعجابكم وزي ما احنا دايما متعودين بنبدأ يومنا بالرياضة والنشاط والحيوية نشوف مع حضراتكم هذه الفقرة الرياضية ونرجع مرة تانية ونبدأ جولتنا السريعة مع الأخبار من بعض الصحف المختلفة مشاهدين بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار وأخبار الأربعة سبعة سبتم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل نظيره الفلسطيني بقصر الاتحادية استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره الفلسطيني بقصر الاتحادية ويؤكد سيادة الرئيس استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وأبو مازن يعرف عن تقديره لجهود مصر الحسيثة ومساعيها المقدرة في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية الرئيس عبدالفتاح السيسي يتسلم دعوة نظيره الجزائري للمشاركة بالقمة العربية في نوفمبر سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية مع الجزائر وشعبها العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي يهن ويليام روتو على فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية رئيس الوزراء يتفقد مجمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالفيوم الجديدة ودكتور مصطفى مدبولي مهتمون بالتوسع في المجمعات الصناعية لدعم مختلف الصناعات ووزير الصناعة الترح أمام المستثمرين قبل نهاية 2022 بتيسيرات غير مسبوقة دكتور مصطفى مدبولي مشروع تطوير عواصم المحافظات يحظى باهتمام بالغ من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير التموين يدشن أول سوق نموذجي في الدلتا بمنطقة طنطة اللوجستية وزارة التربية والتعليم تنفي إلغاء أجازة السبت من المدارس بالعام الجديد عاصمة أفريقيا تستعد للموسم السياحي الشتوي أصوان عروس المشاتي تتزين سوارها المحافظ مرث دولي للدراجات بمشاركة 50 متسابقا دوليا وتنفيذ أكبر عملية إحلال ودى جديد لواجهة المدينة السياحية تقص الأربعاء فرص أمطار بعدة مناطق وإطراب الملاحة درجات الحرارة في محافظة القاهرة العظمى 33 والصغرى 23 في محافظة الأسكندرية العظمى والصغرى 23 في مرسى مطروح 29-23 في سهاج 35-24 في قنى 37-26 وأخيرا في محافظة أصوان درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 مشاهدين بكده بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام جولتنا مع الأخبار لكن حالا هنطلع فاصل وهنرجع مرة تانية ونبدأ أولى فقراتنا والحديث عن القادرون باختلاف بشكل عام ولكن هنلقي بطوء تحديدا على مرض التوحد التفسير العلمي لهذا المرض أنواعه وأشكاله كيف يظهر على الشاب أو على الطفل وكيفية التعامل معا فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا مشاهدين بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا وزي ما احنا شايفين الحقيقة فيه يعني اهتمام كبير جدا جدا من قبل القيادة السياسية وبتوجيهات سيادة الرئيس يعني بكل مؤسسات الدولة بتحاول بالفعل الارتقاء بمستوى الخدمات اللي بتقدم لكل مواطن مصري في جميع المجالات وفي كل الفئات النهاردة هنتكلم عن فئة هامة جدا الحقيقة في السنوات الأخيرة حظيت هذه الفئة باهتمام وبدعم كبير جدا من كل المؤسسات الحكومية وهي فئة القادرون باختلاف يمكن زمان كنا بنقول ذوي الاحتياجات الخاصة أو يعني كان مسميات مختلفة ولكن مؤخرا قلنا لا هنقول قادرون باختلاف لأنهما فعلا عندهم قوة وعندهم طاقة إيجابية وعندهم قدرة رائعة جدا جدا بس ان احنا نستثمر هذه الطاقة الإيجابية عند هذه الفئة اللي بالفعل يقدروا ان هما يكونوا نمازج إيجابية في المجتمع وبالفعل بنشوف أبطال فيه رياضات مختلفة بيسفروا وبيشاركوا فيه رياضات عالمية وبيحصلوا على مادليات النهاردة برضو هنتكلم تحديدا عن التوحد هذا المرض يعني قد يكون غريب من نوعه شوية محتاجين ان احنا نعرف معنا التوحد بشكل علمي مبسط أنواع التوحد وبيظهر إمتى على الطفل في أي مرحلة من المراحل العمرية عموما كلام كتير لكن هنعرفه وحنسمعه بشكل علمي مبسط من خلال هذا اللقاء اللي بتسعدنا وبتشرفنا فيه الدكتورة حنان بلاعو استشاري التدخل المبكر والإرشاد الأسري أهلا بحضرتك معنا يا دكتورة حنان شرفتين ونورتين صباح جميل أستاذة حنان وصباح جميل على أمهات أطفال التوحد والأطفال بما الأطفال كلهم اللي هم قادرون سواء فئة التوحد أو أي فئة أخرى صحيح دكتورة حنان اسمحيلي في البداية يمكن زي ما حضرتك سمعتيني يمكن في السنوات الأخيرة شفنا اهتمام كبير جدا بفئة القادرون باختلاف ويمكن من أهم أو يعني هذا الاهتمام جاء في تغيير التسمية أصلا ما بنقولش دلوقتي دوي الاحتياجات الخاصة أو لا بنقول قادرون باختلاف لأن احنا فعلا شفناهم قد إيه هم عندهم مقدرة في كل المجالات في المجالات الفنية وشفنا مواهب فنية في الرياضية وغيرها اسمحيلي حضرتك نلقي الدوق بشكل سريع كده إيه اللي لفت حضرتك في هذا الاهتمام مظاهر هذا الاهتمام من قبل الدولة المصرية في بطاقة الخدمات المتكاملة الدولة بتقدمها لفئات الإعاقة سواء للصم والبكم سواء الإعاقة الزهنية سواء لأطفال التوحد البطاقة دي بيبقى الطفل لو كان درجة زكاؤه أقل من 70 يبتدي أن هو الأب أو الأم بيحصلوا على بطاقة الخدمات المتكاملة وبيكون فيه معاش بس الأول الطفل بيعرض على لجنة سلاسية بيشوفوا اختبار الزكاء بحيث أن هي الدعم يبقى للأسرة يعني يسمعها بطاقة الخدمات المتكاملة الطفل لو محتاج علاق طبيعي الطفل لو محتاج اختبارات تحاليل ده الدولة بتقدمها من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة للطفل بس ولا لكل أفراد الأسرة كل الأفراد الأسرة حتى كمان بيبقى فيه سيارة بتتصرف للأسرة بحيث أن لو الأسرة بتوصل ابنها في مكان الجلسات أو في المستشفى كرعاية شاملة رعاية شاملة اه ايه كمان يعني شفنا متهيألي فيه دعم في المجالات الرياضية في المجالات الفنية اكتشاف المواهب قديما لما أجي أقول أن فيه طفل تقدم من الفئات الخاصة كان ممكن أن احنا منعمل اختبار بعد ما احنا منبتدي من ندخل بالبرنامج يعني بعد الأول منبتدي نعمل اختبار قبلي وبعدين منبتدي ندخل ببرنامج التدخل المبكر وبعدين منعمل تقييم بعدي فده يخليني أو يبقى المستوى الطفل تقدم معنا ولا لا لكن دلوقتي الدولة التدخل أصبح مختلف أن أنا عادة أقول أن الطفل ده تقدم إزاي بمدى مشاركة الطفل في المجتمع كل ما يكون طفل الفئات الخاصة بيشارك في المجتمع سواء في الرياضة لعبة الجنباز لعبة السباحة الموسيقى الرسم هو ده التقدم الحقيقي يعني ده اللي يقول أن الطفل فعلا أنه هو تقدم من فئة الإعاقة لفئة الدمج في المجتمع فالدمج مش هختزله أنه هو يبقى عد على الدسك جنب زميله أو أقرانه في المدرسة لا بمدى مشاركة الطفل زوي الهمم أو زوي القدرات الخاصة في المجتمع تمام ويمكن برضو من أهم مظاهر هذا التقدير أو هذا الدعم شفنا الاحتفالية اللي أقيمت السنة اللي فاتت تقريباً وكان سيادة الرئيس بيشرف بالحضور هذه الاحتفالية وشفنا إزاي كان بيقدم كل الدعم لأطفال يعني مواهب فنية جميلة جداً في تقديم العروض المسرحية الجميلة وشفنا سيادة الرئيس بمواقف إنسانية جميلة كان بيحتضن هؤلاء الأطفال ووعدهم بالفعل وكان فيه طفل مهند الجميل اللي وعدوا أنه فعلاً هيبقى فيه اهتمام كبير جداً يعني بكل الفئات الحقيقة فده أعتقد أكبر دليل على الدعم والتقدير من قبل الدولة أكيد أكيد يعني ونتمنى المزيد لأطفال التواحد تمام طيب اسمحي لي بقى حضرتك بعتبرت بقى حضرتك متخصصة يعني في هذا المجال معنا بعض الصور على الشاشة فيها ظهور الأطفال ويعني احتضان سيادة الرئيس لهؤلاء الأطفال وتقديم شهادات التقدير لهم وفرحة أطفالنا الأبرياء اللي هما فعلاً ملايكة يعني ولكن عندهم طاقة إيجابية رائعة جداً عايزين نستثمر هذه الطاقة الإيجابية التواحد بقى حضرتك الدكتورة حنان وحركة متخصصة في موضوع التواحد ده سريعاً كده عايزين نعرف يعني ايه تواحد يعني بتفسير علمي كده سليم ومبسط التواحد اضطراب نمائي معقد ذو هيمانة زكورية يعني عدد الأولاد المصابين بالتواحد أكثر من عدد البنات المصابين بالتواحد التواحد مش مرض اضطراب لأنه لحد دلوقتي يعني لم يتم اكتشاف كل الجينات المسببة لاضطراب التواحد الطفل بيكون عنده قصور في التواصل الاجتماعي اللي هي المهارات الاجتماعية بيكون عنده سلوكيات نمطية بيكون عنده مشاكل حسية كل ما يبقى فيه تدخل مبكر كل ما يكون بعمل عملية تجميل وحاول ان انا اعمل تمسل الأعراض لأن التواحد ما بيكونش فيه شفاء تام ولكن انا بخلي الطفل كل يوم يتقدم ويتحسن بحيث انه هو يوصل لشخص اقرب للطبيعي التقدم والتحسن ده هيجي منين بالتكيف والتوافق مع البيئة اللي هو عايش فيها اللي هو المجتمع طيب اتراب انمائي يعني معناها كده اتراب في نمو هذا تخلل في نمو هذا الطفل بيكون فيه في المهارات الاجتماعية او السلوكيات النمطية ان هو بيعمل سلوك معين بيأكل اكل معين بيكون عنده مشاكل حسية لو انا قدرت ان انا اتخلص او احاول اقل لمشاكل الحسية اللي عنده اطفال التوحد يبقى بخلي الطفل اقرب للشخص الطبيعي لان كل جهاز مثلا زي الجهاز البصري او الجهاز السمعي فيه بيكون منخفض وبيكون مرتفع لو الجهاز السمعي عنده مرتفع هتلاقي الطفل ان هو بيحط ايده على ودانه ان هو مش متحمل اي اصوات بيحب اصوات معينة فلو ام قدرت ان هي تبقى معاها حد متخصص ويقدر يقولها المشاكل الحسية اللي عند ابنها طبعا منلاقي الطفل ان هو بيتقدم جدا التدخل المبكر مهم في حياة طفل التوحد والام لازم تكون حريصة ان هي اللي تتعلم اسمحيلي دكتورة حنان نتوقف عند كلمة التدخل المبكر تظهر الاعراض على الطفل هل في مراحل عمرية مبكرة مثلا ست شهور تمن شهور سنة تقريبا الامور الشائعة اللي بتظهر الاعراض على الطفل بحيث ان الامة على طول تكتشف ان طفلها هنا في حاجة يعني مش مزبوطة زي ما بنقول تتوجه على طول للطبيب وازاي يكون التدخل يعني هو السؤال من شقين المرحلة العمرية اللي يتم الاكتشاف فيها مبكر عشان نقدر نتدخل بسرعة والتدخل يكون ازاي كثير من الامهات بتتصور ان هي اللي سببت التوحد لابنها نتيجة ان هي عملت زنب في حياتها نتيجة ان هي ضربت ابنها فكرت بطريقة مثلا جير لائقة في شيء معين في امهات كتير بتيجي وهي حاسة بعودة الزنب لكن التوحد الطفل مولود بالتوحد لان هو اضطراب جيني انت بتظهر الاعراض على حسب ملاحظة الام للطفل يعني فيه امه ممكن تلاحظ ابنها في تسعة شهور او في تمن شهور وتقولك ابني مختلف واحنا هنا انا بأكد القاعدة اللي بتقول طفل التوحد طفل مختلف لا متخلف يعني فعلا الطفل التوحد بيكون طفل مختلف وكل طفل بيكون حالة كلينيكية مختلفة عن الاخرى مختلف ازاي دكتورة حناني دينا امثلة حقول لحضرتك الام لما بتجي بتكتشف ان ابنها مختلف يعني الطفل ممكن تلاقيه بيعمل حاجات اللي هي فيها صعوبة المهارات اللي بتكون فيها صعوبة والمهارات البسيطة لمفروض الطفل اللي هو في سنه يعملها هو ما بيقدرش ان هو يعملها يعني لو حد قال له ازايك حد بتسم له ان هو يبتسم لان مشكلة التوحد قصور في التواصل الاجتماعي لكن برضو انا عايزة ااكد كل اطفال التوحد عندهم مشكلة في المهارات الاجتماعية لكن مش معنى ان شخص يكون عنده مشكلة في المهارات الاجتماعية يبقى عنده توحد يبقى مش كل اللي عنده مشكلة في المهارات الاجتماعية يكون عنده توحد لكن اللي عنده مشكلة كل اطفال التوحد عندهم مشكلات في المهارات الاجتماعية فيه ام بتكتشف في تسع شهور في عشر شهور بتبتدي الأعراض بتبقى واضحة وضوحة بتبقى في 12 شهر أو 14 شهر برضو حركوا لنا أمثلة زي إيه الأعراض الطفل حنلاقي إن هو أحيانا لا يستجيب للنداء باسمه يعني الأم بتفضل تندح عليه إن هو مايردش ولو رد ممكن يبص لها يعني ما بيكونش فيه استمرارية إن هو ينتبه للآخرين ما بيكونش عنده انتباه مشترك يعني الأم لو بتعمل شيء معين ما بيجيش إن هو يبقى انتباهه مع الأم أو مهتم بالشيء اللي هي بتعمله نجد ممكن الطفل يحب يسمع صوت الأذان يبص على صوت الأذان صوت الويندوز يعني أحيانا تيجي الأم تسأل تقول طب هو شمعنا ليه بيحب الكمبيوتر أو بيحب اللابتوب أو التابلت أو الأذان هل هو مخاوي هل هو لابس وجن الكلام طبعا ده خطأ ولكن طفل التوحد ليه بيحب صوت الأذان لأن صوت الأذان منتظم في خمس مرات فهو بيحب الشيء الروتيني صوت الويندوز للكمبيوتر هو عارف إن أنا ما دوس ON هيسمع الصوت ده هدوس OFF في الشيء السابت لكن إحنا كبشر بنبقى عبارة عن متغيرات لما بنيجي منصحة منهم بيبقى صوتنا مختلف لما نيجي نعنف حد بيبقى صوتنا مختلف فهو احنا بالنسبة له متغيرات أشياء مستبتة فهو بيميل للأشياء اللي هي سابتة الأم لما تكتشف الاضطراب بتجد أن طفلها بيكون عنده قصور في التواصل الاجتماعي زي ما قلنا والمشاكل الحسية دي بتبقى حاجة سابتة وأكيدة وبتبقى بدرجة كبيرة غير السلوكيات النمطية التدخل اللي أم تعمله إن هي ما تفكرش في التشخيص للأسف الأمهات كتير بتعاني إن هي بتلفها على الدكاترة وبتقعد تبحث أنا إبني عنده توحد ولا إبني ما عندهش توحد وأحيانا بيقعوا في ناس كتير ناس كتير تقول إن مثلا الجلسات بالأكسوجين هتعالج التوحد مش كل حالة كل حالات التوحد هتعالج بنفس الكيفية اللي هعالج بها طفل آخر كل طفل توحد حالة إكلينيكية مختلفة طيب اسمحيلي هنا يا دكتورة التوجه يكون لطبيب متخصص يعني هل طبيب الأطفال العادي يقدر إلى حد ما يكتشف وهو يرشدني مثلا لطبيب متخصص لعلاج التوحد؟ وقد يكون كل أطباء يعني مش كل عدد من أطباء الأطفال مع كل الاحترام والتقدير ليهم هو ما عندهش فكرة قوي عن القادرون باختلاف فهو يعني مش هيخلي باله أو مش هيركز على النقطة دي فأنا أتوجه لتخصص إيه عشان يسعيدني؟ مركز البحوث الطبي اللي هو في شارع التحرير الدقي بيقدم خدمات متكاملة بيبقى فيه أطباء الأطباء دول بيكونوا متميزين ومتخصصين بيبتدي إن إحنا نرشد الطفل لكن فيه كتير من الأمهات بتغلط إن هي بتتصور إن الطفل عشان بتتحرك كتير أحينا فيه أطفال بتتحرك كتير إن أنا حتدي له مهدد ده خطر طبعا على إدراك الطفل إن أنا أتصور إن الأدوية هي اللي حتساعد طفل التواحد لكن أنا عايزة يعني أقدم نصيحة للأمهات وخصوصا في السن المبكر حتى لو هي لحظة إن ابنها مختلف أو بنتها مختلف ما تجريش ورا صراب التشخيص يعني ما جيش وعد أقول أنا ابني عنده توحد أنا بنتي عندها توحد لأ أبتدي عالج المشكلة وبعد ما عالج المشكلة في الآخر هيطلع توحد هيطلع E-D-H-D فرط الحركة المصاحب لتشتت الانتباه هيطلع الطفل إن هو نتيجة حرمان بي نتيجة إن الأم أو الأب منشغلين عنه وهو قاعد قدام التلفزيون أصد إن إحنا نبتعد عن التشخيص في الوقت المبكر نحل المشكلة ماهوهانة برضو أنا بأكد على حضرتك إن أنا محتاجة حد يكون متخصص في هذا المجال يسعيدني لأن أنا ممكن أكون كأم من خوفي على طفلي أو من أنا عايزة أحميه زيادة عن اللزوم قد أكون زي ما حريك بتقولي شخصت غلط أو متوقعة غلط أو شكة في أمور وهي ملهاش أساس من الصحة فأنا محتاجة يعني طبيب أستاذ في هذا المجال يسعيدني يعني يقولي التشخيصي ده أو أفكاري أو الشكوكي دي صح في محلها نبدأ نتدخل ونعالج ولا لا ده طفل طبيعي أمور طبيعية أو بسيطة جدا محتاجة حل مشكلة مش أكتر إحنا بنأكد وبأكد للأمهات إن إحنا في عندنا نوعين من أنواع التوحد فيه التوحد الأولي اللي هو غير مصاحب لأي أمراض وفيه التوحد الثانوي اللي هو بيبقى مثلا مرض ومعاسمة التوحد زي في رجايل X بيكون مرض ومعاسمة التوحد فلازم الأول أنا بروح مركز البحوث كأم أنا اكتشفت إن ابني عنده مشكلة نمائية هروح مركز البحوث الطبي اللي هو مركز التميز التابع لي وأبتدي إن أنا بعمل الفحوصات لابني الدكتور هو اللي هيقولي إن أنا ابني عنده متلازمة معينة عنده في رجايل X عنده متلازمة دون سندروم ومعاسمة توحد أو أي مرض تصلب درني ومعاسمة توحد إلى أخيره يبقى ده التوحد اللي هو فئة الثانوي هو السبب يبقى كده مش التوحد لهنا بقى لا المرض هنا يجب بالتوحد فما قدرش إن أنا أشوفه وأقولي إن الطفل عنده توحد لا في الأصل هو عنده معاسمة توحد سمحيلي هنتوقف ثواني بقى عند النوع إحنا قلنا النوع السنوي فيه النوع الإيه الأولي الأولي هنتوقف في النقطة ديت عند النوع الأولي لأن محتاجين نعرفه بتفصيل أكتر وعندنا لسه أسئلة كتيرة بس يسمحي لنا مع حضرتك ومع كل السيدة المشاهدين هنتلع فاصل وهنرجع مرة تانية ونواصل لقاءنا دينا بنرجع مرة تانية ونواصل لقاءنا دكتورة حنان كنا توقفنا عند النوع السنوي وحضرتك قلت فيه عدد من الفحوصات بيتم إجراءها عشان نفرق بين النوع السنوي والنوع الأولي اسمحيلي نتكلم عن الفحوصات بتفصيل أكتر هل هي عبارة عن تحليلات ولا أشاعات بيتم إجراءها وفيه كمان فحوصات بتبقى خاصة بالجانب الجيني يعني هل المرض ده مرتبط بأمور جينية معينة وهنتكلم برضو عن الجانب الوراثي هل ممكن يكون فيه تاريخ وراسي مثلا للأسرة أو للعائلة حد مصاب بالتوحد فنبقى متوقعين إنه ممكن يصاب الأجيال القادمة يعني هو زي ما إحنا قلنا إنه هو إطراب جيني كفحوصات هنا بيبقى متخصص فيها الطبيب هو حسب رؤيته للطفل إنه هو يشوف الطفل محتاج إنه هو رانين محتاج أشعة محتاج تحاليل معينة تحاليل جينية تمثيل غزائي ده وجهة نظر الطبيب لكن في الطريق التاني أو الشق التاني للعلاج يعني إحنا كده ده الشق الطبي اللي هو حيمشي به الطبيب لكن الشق الآخر للعلاج هو السلوكي السلوكي إزاي إن أنا مش عاعد الطفلة على أجيب ترابيزة وأجيب كورسيين وأخد الطفلة دخله جوه غرفة في الجلسات وأقول له حديك أراد تواصل أو حديك جلسات تخاطب لا أول حاجة أهتم بيها تعليم الأم تعليم الأم ليه لأن الأم بتقعد مع الطفلة أكتر من 14 ساعة في اليوم مفروض الأخصاء الصح الأم كل أمهات أطفال التوحد تتعلم إزاي تتعامل مع ابنها ما تبقاش إن هي بتتعامل كمحاولة الصواب والخطأ إن أنا عملت المرة دي غلط مع ابني خلاص هتجنبه المرة الجاية لا هيكون معها حد متخصص المتخصص ده هيرشدها هيقول لها الجانب الرياضي هيقول لها الجانب الموسيقي هيفاهمها إزاي تعلم مهارات ابنها هيقول لها أهم حاجة الرعاية الذاتية لطفل التوحد لأن كتير قوي من أطفال التوحد بيتظلموا لما نيجي نعمل لهم اختبار ذكاء أي بيطلعوا أن هما يعاقة عقلية ولكن هما مش عاقة عقلية ولكن الاختبار مش الاختبار متخصص لأطفال التوحد إن أنا بقول للطفل سواء الطفل الطبيعي أو طفل اللي عنده مشكلة أي بقول له مقدمة في السؤال الكبير يعني بعض أقول له عندك مربع والمربع ده فيه أربع خناية ولازم الخنتين اللي فوق يبقوا زي الخنتين اللي تحت يعني تعليمات وإرشادات الطفل مش هيسمعني فلازم يكون فيه اختبارات ذكاء مقننة لأطفال التوحد عشان أقدر أعرف ذكاء ابني قد إيه وكل نصحتي للأمهات كل ما أسقل ابني بمهارات الرعاية الذاتية أنا بقول للأمهات اللي أنا بتعامل معاهم أو برشدهم شغاليه خليه في البنية في البيت يعني بصولي يعني إيه يا دكتور يعني كل ما تخلي الطفل يعتمد على نفسه أنا بسقل مهاراته كل ما أعمل خلي مهاراته تبقى عالية كل ما الطفل أكينه ارتفع مستوى زكائه خليته يتوافق مع البيئة قبل ما هنقول نصائح الأمهات هايزين اتكلم على النوع الأولي النوع الأولي اللي احنا قلنا عليه إنه هو ما بيكونش مصاحب لأمراض طب السبب إيه هل السبب الأم ضربت ابنها الزوج يعني مثلا عمل خلاف مع زوجته لا كل الكلام ده غير صح التوحد هو اضطراب جيني مولود به هو ليس اضطراب مكتسب عشان الأم بتتصور إن هي اللي عملت التوحد لابنها آه ممكن تكون هي زودة الأعراض بإهمالها لابنها أو بالعنف الأسري أو بالمشاكل الأسرية مش بمشاكل الأسرية بأننا ما بعلمش الطفل المهارات الاجتماعية فاللي هو النوع الأولي اللي احنا قلنا عليه النوع الثانوي اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول يبقى وإحنا قلنا المرض يجب بالتوحد هنا بيبقى دور الطبيب أكبر بس لا يمنع أن احنا بيكون عندنا دور أخصائي التربية الخاصة أو أخصائي النفسي مهم جدا طبعا برضو لأنه هو اللي هيئيس وهو اللي هيبتدي يعمل البرامج مع أخصائي التربية الخاصة فكلما الأم تروح لحد متخصص وحد معروف ولازم تقوله أنا عايزة البرنامج اللي حمشي به مع ابني ماينفعش أن أنا أختزل علاج ابني وسيب مستقبل ابني في إيد أخصائي أو في إيد طبيب أنا معرفش حتى هو شهاداته إيه شهاداته إيه لا أبقى بيدي أقول مثلا للأخصائي أقوله أنا عايزة البرنامج اللي حضرتك حتمشيني به مع ابني وتعلمني إزاي يتعامل معي طيب دكتورة حنان هل ممكن التواحد يزهر مثلا في سن عشر سنين اتناشر سنة نقول ده كان طبيعي وكان بيروح المدرسة لغاية مثلا تانية ابتدائي تلتة ابتدائي وكان طفل جميل جدا وفجأة نلاقي فيه اضطراب في السلوك بتاعته واضطراب في التواصل وفي المهارات زي ما حضرتك أشارتي هل ممكن ده يحصل؟ هو سؤال حضرتك عظيم هنقول إن فيه عندنا نوعين من أنواع التوحد فيه عندنا ذول أداء المرتفع اللي احنا مدول عليهم الهاي فانكشنينج ده بيبقى ذول أداء المرتفع أو ذول وظيفة المرتفع يعني بيكون التوحد عنده طفيف فبيتلاقي إن هو ناطق بيتكلم ولكن ما بيكونش فاهم التورية ما يعرفش الأمثال الشعبية يعني لما أقوله مثل بسيط أقوله ماشي معاك زي السكينة في الجاتو هيقول لي هو فين السكينة وفين الجاتو يعني اللي هو ما وراء الكلمة ودول موجودين جدا في المجتمع بس ما منعرفش إن هم عندهم توحد طفيف منجد إن هو ممكن ما يحضرش عزة ما يحضرش أفراح شخصية نمطية أكني هقول عليه إن هو يغلب عليه أكتر الوسواس القاهري ولكن هو في الأصل بيكون عنده توحد وفيه النوع الثاني اللي هو زول أداء المنخفض قد يكون الطفل غير ناطق قد يكون الطفل ما بيكونش بيعرف ياخده بيدي في الكلام بتكون مهاراته قليلة فما قدرش أقول إن الطفل ظهر عليه التوحد لا هو مولود أنا هتكلم بقى على الفئة اللي هي زول أداء المرتفع اللي هي الغاي فانكشنينج لا هو مولود بالتوحد بس أنا ما كنتش أعرف إن ابني عنده توحد نتيجة إن هو عنده مهارات إن هو بيرد علي بيتكلم ولكن في حاجة غريبة أنا ابني ليه طريقته كده ليه نمطي يعني بتظهر هذه الأعراض لما الطفل يكبر شوية يبدأ يتعامل بقى مع المجتمع حتلاقي ممكن أقول في الأول إن شخصيته ما بيحبش إن هو يتواصل مع الآخرين يعني هو ما بيكونش عنده المبادرة إن هو يتكلم اللي أنا بقول عليهم اللي هم زول أداء المرتفع لازم أنا أسأله أو حضرتك هتسأليه ويبتدي إن هو يتكلم ولكن الشخصية بتكون غريبة فاجأ أقول إيه؟ هو حد كويس قوي بس ليه شخصيته غريبة كده؟ وأنا معرفش إنه بيكون عنده التوحد اللي هو الطفيف اللي كان يسمى سابقا بمتلازمة أسبيرجر أما زول الأداء المنخفض ده بعد لحضرتك بيتبقى إحنا عارفة إن أنا ابني أداءه من الخفض من الأول وببتدي بتدخل معاه بالجلسات تمام؟ تمام تمام طيب دايماً طفل التوحد يا دكتورة بيبقى مش ظاهر عليه قوي أي إعاقة يعني دايماً هو طفل أو شاب مثلاً في مرحلة 14 سنة 16 سنة شكله جميل جداً مفيش فيه أي مشكلة صحيح فبيبقى التعامل في المجتمع يعني لحد ما صعب يعني لو راح نادي لو راح مركز شباب لو راح أي تجمع مثلاً بتصدر منه حركة قد تكون فجائية بتدايق مثلاً الآخرين إزاي الأمة برضو تحاول تنبه أنه ده لقى عنده مشكلة معينة ومش عايزين برضو نجرح الطفل نقول أنه عنده توحد أو الشاب يعني إزاي التعامل هنا الأمة تعمل إيه في هذا الموقف أمهات أطفال التوحد بيعانوا من النقطة دي والجزء الخاص إن أنا إبني شكله طبيعي لأن الجينو طيب هو اللي فيه المشكلة لكن الفينو طيب الشكل الظاهري ما فوش مشكلة طفل التوحد طفل جزاب كمان مشو الأمة بس بتعاني ده كمان الإخوات كمان هم بيعانوا أنا طفل وأخوي عنده توحد طب أنا شايف أخويه مش لاب السماعة مش قاعد على كرسي متحرك ما عندهش أي إعاقة طب ماما بتعامله معاملة مختلفة ليه يبقى أكيد ماما بتحبه أكتر مني إيه لأخيره فحتلاقي إن الغيرة ظهرت من الطفل الطبيعي على الطفل اللي هو أخوه أو أخته اللي عندها التوحد عشان كده إحنا من نادي منقول ونحاول إن إحنا نوصل يعني صوتنا كمتخص في المجال إن لازم يكون التوعية لإخوات أطفال التوحد وأسر أطفال التوحد والمجتمع أيوة يا جماعة طفل التوحد طفل مختلف مش متخلف طفل التوحد ما عندهش أي إعاقة حركية ما عندهش أي متلازمة إنت تشوفها إحنا لو قلنا النوع السنوي إحنا نتكلم بقى على النوع الأولي فإنت مش شايف حاجة ملحوظة مش شايف إنه هو لابس سماعة مش شايف إنه قاعد على كرسي متحرك فبالتالي لما تيجي الأم بتدخل في نادي بتدخل في سوبر ماركت والطفل ممكن يجري على الحاجة يمسكها الناس بتتصور إنه هو مجنون لابسه جن الطفل مش مهزة بالأم ما دتوش التربية الكافية لا ده بيكون طفل عنده توحد ولازم الأم تكون تتقبل إن ابنها يكون عنده التوحد وتقول أنا ابني عنده مشكلة في التواصل الاجتماعي حتى لو هي مش قادرة تقول إنه عنده توحد ممكن تقول أنا ابني عنده مشكلة في التواصل الاجتماعي وحد لحضرتك مثال يا أستاذ حنان لو جبنا طفل متلازم تدون وكون عندنا لابتوب أو أي حاجة ورح كسرها حضرتك حتقول إيه طب ما عليش داعيان لأنه شكله قدامك إنه خلاص يعني في عاطفة تجاهه إنه هو متلازم تدون فشكله طفل يعني أنت شايفانه هو مش طبيعي تعالي بقى شوفي لو نفس السلوك عمله طفل عنده توحد لا ما قدرش يعني حتى حضرتك أو الآخرين اللي هما مش متخصصين عمره ما هيسدى إنه الطفل داع عنده مشكلة نمائية لأنه ما فيش حاجة ظهرة ما فيش أي عراض أو ما فيش أي إعاقة أي إعاقة تخليني أن أنا أتعاطف معي لا دا أنت شكلك حلو ولبس كويس وطفل جذاب يبقى أكيد أنت غير مهزة لا لا دا عنده إعاقة نمائية أو اضطراب نمائي وزي ما قلنا في المهارات الاجتماعية وفي المشاكل الحسية والسلوك النمطي تمام طيب دكتورة حنانس سمعنا عن عملية الدمج في المدارس وفيه أطفال كتير جدا من القادرون باختلاف تم دمجهم مع الأسوياء والحقيقة كانت التجربة نجحت يعني وكانت فيه بعض الأمور اللي يمكن كان فيها مشاكل شوية ولكن الدمج موجود في عدد من المدارس التعليمية هل طفل التوحد ده ينفع معاه الدمج هل ممكن يقعد في فصل مع أسوياء ولا حالات معينة ممكن وحالات لا إحنا الدمج بيبدأ عندنا من 71 لحد 84 قد يكون الطفل عنده صعوبات تعلم ودخل فيه مدارس عادية ولكن بتبقى المقررات والامتحانات بتبقى مختلفة عن الطفل أو من أقرانه الطبيعيين بتكون مثلا الأسئلة عبارة عن أسئلة موضوعية وليست مقالية زي صح وغلط زي وصل الحاجات للطفل أنه هو يقدر أنه هو يتفاعل معاها أو أنه هو يقدر يجاوب ويحاول أنه يفهم السؤال بشكل بسيط الدمج طبعا مفيد لأطفال التواحد لكن الأمهات للأسف الشديد بيخافوا على أولادهم بزيادة على اللزوم فبيكتب اسمه في مدرسة وبتخليه معاها في البيت وده خطأ جسيم لأن التواحد عشان أحل مشكلة ابني في التواحد أنه أنا خليه يركب المواصلات أنه خليه أنه هو يقدر يدخل محلك زارة يعني في أطفال توحد عنده مشاكل حسية ما تقدرش تدخل محلك زارة في أطفال توحد ما تقدرش تركب المواصلات ومهي مثلا تشم رائحة العرق فإن دي كلها دي مشاكل حسية لا أنا هخلي ابني هيروحي المدرسة بس هكون شغالة معايا كمان بعد المدرسة أن أنا أدخله جلسات أو أديله أو أديه حضانة في الأيام الأجازة يبقى التدخل لازم يبقى التدخل مكسف وأكيد الحالات بتختلف يا دكتورة يعني هنا أكيد نصحتنا لكل أم بشكل عام أن هي تسمع كلام الدكتور زي ما بنقول يعني أو الطبيب المشرف على علاق طفلها لو قال لها دمج يبقى دمج وانزل ويتعامل لو قال لها يعني هنا لأن زي ما حضرتك قلت في البداية كل حالة هي حالة خاصة لوحدها فهنا اتباع إرشادات وتعليم دي مهمة جدا ومش عايزين كل أم تسمع كلام أم تانية يكون عندها طفل برضو عنده توحد لأن قد تكون حالة الطفل ده غير الطفل ده والتعامل مع ده يختلف عن التعامل مع ده فهنا مش عايزين نعمل مشكلة للطفل تمام يا سيدة حنان احنا برضو منقول قعدة إن أنا إذا رأيت طفلا توحديا أنت رأيت طفلا واحد فقط يعني لو طفل متلازم الدون حضرتك شفت طفل متلازم الدون اتنين تلاتة هتلاقي نفس النمط في جميع أطفال متلازمة الدون لكن طفل التوحد كل حلقة كلينيكية مختلفة ولكن لا نختلف إن أطفال التوحد جميعا يجب إن يكون فيه دمج يليم في المجتمع مدرش إن الطبيب يقول للأم ما تدمجوش في المجتمع لا حيبقى فيه دمج لكن هل الطفل ده عنده إبليبسي عنده صارع عنده تشنجات الطبيب حيعالك اللي هي المشاكل العضوية ولكن لازم الطفل برضو يكون منخرط فيه المجتمع يعني أنا بنادي هتبقى فيه متابعة بقى مع يعني الأمة هتقول مثلا هو راح المدرسة إيه الموقف اللي حصلت والطبيب هنا هيرشدها لما يحصل الموقف ده تعملي كذا أو تقولي كذا لا هنا مش هيبقى دور الطبيب هيبقى دور الأخصائي هو اللي هيتعامل لأن الطبيب بيبقى أكتر بيبنزل دوره في الجانب العضوي إنه هو بيعمل الفحوصات ويبقى فيه دور الآخر للأخصائي اللي هو إرشاد الأم إنه هو يقدر يقعد مع الأم فترة طويلة إن الطبيب مش هيقدر يقعد مع الأم ساعة أو ساعتين أو يديها محاضرة إزاي إن هي تتعلم كيفية التعامل طيب سريعا دكتورة حناني ممكن حضرك أشارتي إن محتاجين يعني مؤسسات تكون متخصصة أكتر لطفل التوحد لأن الحقيقة أنا أعرف بعض الأسر عندهم أطفال توحد يعني بيعانوا لأن الجلسات شوية بتبقى غالية مكلفة سواء عايزين نعمله دعم رياضي أو دعم فني يعني الجلسات أو هنا التدريبات الرياضية بتبقى مكلفة وغالية شوية فأعتقد محتاجين الدولة تتدخل يعني إحنا عارفين إن فيه عبء كبير وفيه مجهود كبير فعلاً على المصرية لكن بنعشم فيه جانب التوحد ده إن يكون فيه مؤسسات خاصة بمرض التوحد نتمنى نتمنى من الدولة المصرية إن يكون فيه مدارس خاصة بأطفال التوحد حتى لو كانت في الفترة اللي هي ما قبل المدرسة اللي هي هتبقى التأهيل يبقى فيه مراكز حكومية وساعة الانتشار هنا موجودة في مصر وفي جميع الأقاليم وتكون المدارس دي متخصصة لأطفال التوحد مش متخصصة في الجانب الأكاديمي فقط ولكن في الجانب الرياضي والجانب الموسيقي وفي الرسم ويتبقى أكدناها إحنا منتكلم عن التربية الشاملة اللي إحنا منتكلم منقول عليها اللي هي اسمها حديثاً الذكاءات المتعددة ولكن هي اسمها التربية الشاملة إن أنا بدأ أعمل تدخل للطفل في الجانب الرياضي الجانب الموسيقي اللي هو الجانب البدني الجانب العقلي الجانب الأكاديمي إنه ما هو المهارات الذاتية اللي هو إزاي أن يعتمد على نفسه فنتمنى طبعاً أن يكون فيه مدارس لأطفال التوحد لأن الأمهات بتعاني جداً خصوصاً كمان برضو خلي بالك أن الأمهات مش للأطفال الذكور للإناس يعني الأم اللي بتبقى عندها طفل عندها توحد وبتيجي بتدخل في مرحلة البلوغ بتبقاش عارفة تعمل إيه المشكلة الإزاء الإزاء البدني لأطفال التوحد واللي بيتعرضوا له كل الفئات الخاصة وخصوصاً أطفال التوحد اللي إحنا قلنا إن الشكل بيكون شكل طفل طبيعي دكتورة حنان لقاء قيم جداً جداً يعني معلومات قيمة بتمنى أن الرسالة تكون وصلت لكل أسرة عندها طفل من أطفال التوحد وربنا يا رب يعينهم ويساعدهم يعني على أداء هذه المهمة بنشكر حضرتك جداً جداً شرفتين ونورتين وإن شاء الله يكون لدينا لقاءات قادمة أنا بشكركم وشكركم على إيصال صوتنا التخصصي والمهني لأمهات أطفال التوحد وكل سنة والإنسانية بخير وكل سنة وكل يوم ومهات أطفال التوحد وأطفال التوحد بخير شكراً لحضرتك جداً شكراً لك مشاهدينا الكرام وسنة لختام حلقتنا النهاردة بكرة إن شاء الله في نفس المعاد ولقاء جديد وبنصبح عليك